مهند يعني اللي انت بتقوله ده معناه انه بتبزل مجهود كبير جدا وانك انت لو ما كانش معاك سيناريست متفاهم للطريقة بتاعتك في الشغل وباعتمامك ببناء الشخصية وكذلك المخرج فهتتحول لشخص بالنسبة لهم مزعج يعني لو هو مخرج وسيناريست من النوع بتاع شغلانا والسلام انت كده مزعج لو هم فنانين محترمين زي اللي اشتغلوا معاك بالحرابة كده فطول اللوقتي هم متعدين ندو لك وقت انا كنت محظوظ في دي جد يعني الحمد لله من اول ما بدأت لحد دلوقتي انا كنت محظوظ في دي جد وبرضه انا يعني انا بيبقى بالنسبة لي بيحصل اصلا دايما للقعدة في البداية قبل مبدأ اشتغل على الدور ده بيحصل القعدة فهي بتبقى قعدة بنفهم فيها كل حاجة هو بيشرح لي الدور بيشرح لي كل التفاصيل السيد المخرج بيشرح لي الدور بيشرح لي كل التفاصيل وأنا بناءنا عليه بقى بحكم دراستي أو خبرتي في المجال فابدأ أن أنا أكون ده وأشتغل على ده بقى مالك حكايات بنات هنا بقى خنفس بقى آه هنا بقى الشعر الطويل قبل ما يتحلق ده على حسب الدور بقى على حسب الدور أقص شعري آه على حسب الدور وخس بلبطة أخس رياضة أخس بلزبط أخس عادي بالزبط يعني في قد عائلي أنا خسيت عشان خاطر الدور في التووص أنا حلقة شعري اللي هو ده بجد حلقته آه في الدور هو الدور هو اللي يحدد يعني كل دور هو اللي يحدد أنا هعمل إيه يعني ما ينفعش أنا أجيب الدور لمنطقتي لأنه بيبقى واضح من الشخصية أو من المؤلف بيكتبه الدور محتاجي فأنا لازم أروح للدور الدور عايز نطول شعري عايز شعري بقى قصير عايز أخس أخس طب لو الدور طلب منك أن أنت ما تلعبش رياضة وتأكل كتير ويبقى جسد مترعل وانت تعمل كده طبعا مدام قبلت أعمل الدور لازم أعمل ده ما ينفعش أن أنا أرفضه خالص خلي بالك أن انت كده من الناس القليلة جدا اللي مستعدة تقوم بالتضحية دي خصوصا في المرحلة العمرية بتاعك ودي أو بتاعتك ودي مسألة مهمة لأنه أنا أجزم مش أكد أنا أجزم أن 80% من جيلك هيرفق 90% يقولك لأ أنا مش مستعد أفقد الشكل بتاع الجان برميار بتاع الشاشة فأتغت أخمين وبط الرياضة إيه وأكل في نشويات وسكريات عشان الدور أعاوز كده لأ مفيش داعي لا أنا ده اللي تعلمته بصراحة يعني أنا تعلمت الدور عايز إيه أعمله والحمد لله لازم أقولتلك أنا محظوظ بالناس اللي اشتغلت معاها فكلهم بيساعدوني بدا يعني نفس اللي حضرك قلته حصل في كدع إيه لي بس العكس خسيت طلب مني بقى أن أخس لأنه هو مش رياضي خالص هو نرد وطول الوقت بيذاكر وطول الوقت بيفكر وبيطلع في الآخر أصلا يعني زعيم عصابة يعني حاجة كده فلازم يخس لازم يباين هو المفروض بيشتغل لازم يتبقت لا بالزبط فكان بقى مطلوب مني أن جسمي كله أنزل وكت ساعتها خارج من الأب الروحي جسم بقى وعندلات وكشان ده بعدها على طول ماضية كدع إيلي كان لازم أخس ففي شهر بدأت بقى أخس أقل الرياضة خالص الأكل يقل لأن ده بيخلي برضو الناس تصدق يعني ينفعش أن أنا مثلا أبقى بعمل دور زي ده وابقى عامل فورمة أو عامل كذا والناس مش هتصدق الناس زكاية جدا وعندها وعي طول الوقت فهي لو ما صدقتكش هتنفر فأنا بخاف من دي جدا أسانا دائما أنا أشوف ده في الممثلين بتواملات بارعة لا مثلا يواكين فيونكس في جوكر خس لدرجة أنه ده حد مريض جدا ده حية جدا بس دي عبقرية يواكين فيونكس إنه مش بس بقى خس وأداءه وحالة السايكوباتية اللي موجودة عنده عبقرية يعني